مرحبا و اهلا فيكم معي بالقناة رح فرشيكم اليوم 10 اخطاء منعملها بالمطبخ من دون ما نعرف اصلا انه هي اخطاء رح فرشيكم اياها وكمان رح تشوفوا معي كيف ممكن ان نصلح هيدا الاخطاء رقم واحد هو استعمال البداء للخطأ بالوصفات وعدم الالتزام بالوصفة المزبوطة خاصة بوصفات الحلويات مثلا استبدال الحليب بالمي طبعا لا لانه طعمة الحليب غير وطعمة الماء غير وبالتالي النتيجة بالوصفة رح تكون غير كمان عدم الالتزام بالوصفة مثلا تقليل او زيادة عدد البيض او اي نوع مكون ثاني كمان هيدا الشي غلط وبيغير من النتيجة النهائية ثاني شي هو حفظ الطبيق او الاكل كتير صخن بالبرات دغري او بالتلاجة او المجمد هيدا الشي كتير غلط ولا حتى تتركوه لحتى يبرد كلين بدارت حارة الغرفة لانه ممكن يكون التقص شوب وكتير صخن هيدا الشي مش منيح خاصة اذا الاكل فيه لحم او الجاج فافضل طريقة انه تحطوه بالوعاء يلي بدكن تحفظو فيها حطوا الكمية يلي بدكن اياها بعدين بتجيبوا وعاء كبير فيه مي بردي وفيكن تحطوه فيه تلج حتى بتحطو الوعاء اللي حضيتو فيه الاكل فيه بتخلوه لحتما يبرد يصير درجة حرارته منيحة وبردة من نصخن وهيكي بعدين بتصيرو فيكن تحطوه بالتلاجة او بالبرد بتغطوه بتحفظوه او ما بتكن هيك هو بيكون برد بطريقة صحية وما بيكون اثر على الاطعم الباقي يلي موجودة بالبرد الخطأ يلي بعده هو غسل الماكرونة من بعد سلقة اول شي بتروحوا النشا يلي موجود على الماكرونة والسلصة بتصير تزحط عنها يعني ما بتلزق بشكل مظبوط فبيكفي انه تصفوا الماكرونة من الماء وفيكن ضغري تحطوا الصلصة فوقه من دون تغسلوها ولا شي الخطأ الرابع هو ترك اللحوم اللي متلجة بدرج تحرط الغرفة لحتى تدوب او يفيك عنا التلج وهيدا الشي خطأ لانه بعرضها لحتى تتكاثر البكتيريا عليها طبعا افضل طريقة هو انه تدهروها من الفريزر وتحطوها بالبرد قبل بنهار وهيكي بفيك عنا التلج على راحتها طبعا مش دايما انه منتذكر وكتير من المرات مننسى خاصة انا انه او حتى ما بتكونوا مكررين شو بتكون تطبخوا قبل بنهار فبهيدا الحالة افضل طريقة هي انه تجيبوا وعاء كبير فيه مي بردة او حتى مي فيها تلج يعني لحتى تكون بردة كتير او تحطوا فيها كيس اللحمة ياللي بتكون تدوبوا وبتتركوها ساعة لحتى يفيك عنا التلج طبعا المي برجع بذكر انه المي لازم تكون بردة مش صخنة وقلا ما عملنا شي فهيك بتكون طريقة صحية لتدويب اللحمة النقطة اللي بعدها هي عدم استعمال الاكواب المعيارية بالوصفات وخاصة وصفات الحلويات الملاعق والاكواب المعيارية صارت كتير متوفرة وموجودة بالسوق الالوان والاشكال ياللي بتكون اياها كتير كتير مهمة انه تستعملوها انا كل وصفات بستعمل فيها هول الاكواب ما فيكن تستخدموا الاكواب اللي موجودة عندكن بالبيت او الملاعق لانه غير يعني كل كوب ممكن يكون شكل اياس شكل طويل صغير كبير يعني ما بيكون الاياس المزبوط فالاكواب المعيارية المزبوطة بيكون مكتوب عليها هاي دي كوب هاي دي نص كوب ربع كوب بيكونوا مزبوطين نفس الشي بنسبة للملاعق كمان ملاعق البيت يعني غير ما بيكونوا نفس الاياس فدائما استعمال الملاعق والاكواب المعيارية بتعطي دقة اكتر الخطأ اللي بعده هو انه نشتغل على سطح عمل مش منظم وكتير معجوق طبعا هيدا الشي بيخلينا نضيع ومنركز مزبوط وما بتزبط معنا الاكلة فافضل شي خلوا سطح العمل عندكم منظم كمان هاي دي طريقة انا كتير بيستعمالها وليهو بخلي حدي كيس او مثل صحن صغير يعني بحط فيه كل قشور والاوساخ وهيك مبرى كما حواليه فسطح عمل نظيف بيساوي انكم تكون مبسوطين ومرتاحين بالشغل بالمطبخ الخطأ اللي بعده هو انه منحط الخضراء اللي تتقلع وهو الزيت بعده بارد والمقلاية بعده مش عالنار هيدا الخطأ يعني ممكن ما نعرف انه هيدا خطأ بس خاصة اللحمة والتجاج هيك بيبلش يطلع الابيض طبعا افضل شي انه تحمو الزيت بعدين تحطو الخضار هيك تعطي هيدا الصوت الحلو تبلش تطلع الريحة الحلوة والطيبة للأكل او اللحوم او الخضار افضل بكتير من وضع المكونات بزيت بارد طبعا تعطي نتيجة اطياب بكتير وافضل الاخر الخطأ رح احكي عنه هو استخدام السكاكين الغلط بالمكون او الوظيفة الغلط يعني بتشروا علبة سكاكين بيكون فيها كتير انواع كل سكينة عندها وظيفة معينة شغلة كتير مهمة واللي هي انه السكين اللي عم تشتغلوا فيها لازم تكون كتير كتير مادية وعالعكس من الناس بتفكر انه اذا السكينة مادية ممكن تجرح لي ايدي لا لا اذا السكينة مادية رح تشدوا عليها اكتر وتضغط عليها اكتر وبالتالي فيه خطر اكتر انه تجرحوا ايدكن وتصحط السكينة من ايدكن فهيدي القطعة اللي عم تشوفوها مهمة انه تكون دايما عندكم بالمطبخ لحتى تمضوا فيها السكينة فهيدي هو كان الفيديو لليوم ان شاء الله تكونوا استفدتوا منه وحبيتوا هالاخطاء او هالافكار اللي عطيتكني اياها وما تنسوا تدعموني بلايك وشير تشاركوا هيدا الفيديو لحتى يستفيد اكبر عدد من الناس وتشتركوا بالقناة اذا هيدا اول مرة بتشوفوا القناة وتابعوني على السوشال ميديا وانا ان شاء الله بشوفكم بفيديو تاني مع السلامة